السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم النهارة هناخد شوية حاجات أو شوية عمليات نقدر نقوم أو نعمل عمليات ديت على المتغيرات اللي من نوع المتغيرات الأرقام عندنا فتعالوا مثلاً العمليات دي زي إيه؟ زي الضرب بالإسمة الجامعة أو الطرح تمام؟ آآ هنشوف العمليات دي احنا هنقوم بها ازاي؟ اول حاجة احنا عرفنا هنعمل المين ميسود مين ما دي كده نفتح البركتس هناخد شوية طيب أنا مسلاً هعمل آآ انت اكس اكوال عشرة وضابل واي واي اكوال اتنين بصوا بقى الحتة دي أنا ما عملتش اتنين ونص مسلاً او اتنين وتعادة من عشرة ليه؟ عادي ممكن اعملها اتنين بقى يعني لو ممكن ياخد ارقام صحيحة عادي وممكن ياخد ارقام كسرية لكن الانتجر ياخد ارقام صحيحة بس طيب تعالوا بقى نعمل آآ البرنت ونفتح الكوس ونحط السيمي كولون نشوف ايه بقى اللي هنكتبه هو كوس ممكن نكتب مسلاً اكس في آآ مسلاً الواي طيب اكس في الواي هيدينا عشرة في اتنين بعشرين هيتطبع لي هنا عشرين ادي عملية ممكن نقوم بقى من عمليات البسيطة الكتيرة زي البلاس او الماينس هو ناقص او الاسم حتى على فتعالوا نجرب اي حاجة فيهم ادي ماينس مسلاً طبعاً اكس ناقص واي اكيد بتمانية عشرة ناقص اتنين هنا العمليات الحسابية البسيطة اللي احنا عارفينهم طيب في عمليات اكسر تعقيداً زي مسلاً ان اجيب السكوير روت او الجزر التربيعي او اني مسلاً اجيب القس وهو الباور او حاجات تانية اكسر من كده تعقيد انا ممكن اجيب مسلاً الماكس والميني يعني اعمل مقارنة ما بين الرقمين ايه الاكبر وايه الاصغر الحاجات دي احنا ممكن نجيبها عن طريق لايبيراري او مكتبة هي المكتبة دي موجودة في الدارت اسمها الماس يعني الماس لايبيراري فعشان نجيب المكتبة دي نستخدمها معنا احنا بنعمل امبورت ديها بنجيبها انا السواردة فنكتب امبورت وبعد كده نكتب اسم الايبيراري ما بين اه دابل كوتيشن فهتكتب اه دارت ونحط النقطتين دول بعد كده هتكتب مس وبعدين نكتب هنا نحط السيمي كول تعالوا بقى نجرب الماس دلوقتي يعني احنا كتبنا من شايف الميني كده انا جب حطيت الرقمين اكس اهو وشرطة واي انا كده عاوز اجيب الاصغر ما بين الاتنين دول فإلا هيحسن يجيب لاكيد الواي اللي هي بالاتنين اهي طيب في حاجات بقى زي سكوير روت آآ اس كيو بص اعمل آآ كنترول مسترة عشان يجيب لك الحاجات اللي قدامك في سكوير روت اهو ده الجزج التربيعي فانا لو جدت مسلا الجزج التربيعي ستاشر هي اللي اربعة هي اللي اربعة في حاجات تانية آآ زي مسلا الباور القس هادي باور هنحط مسلا اتنين قس تلاتة بتمانية يعني اتنين في اتنين في اتنين تمام تماني طيب احنا كده عرفنا ان احنا لو عايزين نجيب ايا كان اللي بيري دي فيها ايه احنا بنكتب هنا بنعمل لها امبورت نكتب كلمة بعد كده اسم بعد كده نحط وبعد كده نقدر نستخدم اللي في قلب دية بكل سهولة معانا في الكل بتاعنا طبعا احنا فيما بعد في المستقبل ان شاء الله ما نيجي نستخدم في القطر هنعمل احنا اصلا نشئنها يعني انت تنشئ او بعد كده تعمل له امبورت وممكن تعمل امبورت جاهزة او تجيب امبورت اصلا في حد عملها مبارمت قبلك هتعمل له اه اه اتاخد اللي بيري بتاعته تعيد استخدامها عندك فالكلام ده ممكن اه يحصل بعد كده اه احنا النهاردة بس تعلمنا ازاي نعمل امبورت وامبورت للمس لي بيري بالزات عشان احنا في الفيديو الجاي او اللي بعد الجاي هنتعلم او هنعمل مشروع صغير كده عبارة عن اه يعني الا حسب الا حسب صغير اه استناكوا الفيديو اشتركوا في القناة